ازايك عاملين منورانا دايما وحشتي الحمد لله على سلامتك الله يسلمك حمد تي وانا بس عايزة اقولك النهاردة لما تكلمنا قلنا هنتكلم عن الرأس والأغاني والأفلام كل حاجة يعني متعلقة بالموضوع ده في الحلم لو حد شاف رقاصة في الحلم بداية نصرات والسلام على عشرة في الخلق سيدنا محمد علي وصحبه بصي هو الرأس عمتا في المنام يعتبر نقص الرأس نقص الرأس نقص هو نقص بقى في ايه نقص في حاجة مادية بيمتلكها الانسان يعني في حاجة حتنقص عنده ممكن يكون لقدر الله حاجة يعني بري آدم صحيته اه صحيته المهم هو في نقص في حياته حتحصل تمام وبرضه بيحصل قص يعني برضه اشتقاك من الكلمة قص فيحصل يعني ايه حاجة فيها انقطاع تمام فمش كويس غير مستحب الرأس بالمرة لما تشوفي رقاصة رقاصة انت عارفها بعينها بناخد اسمها ماناش جعب حالها احنا لنا بالاسم او ايا كان بقى يعني تحية كاريوكا مثلا مثلا تحية كاريوكا هناخد الاسم ان هو تحية فده معناه ان فيه سلام داخل عليك وفيه حاجة هتدخل عليك السرور والسعادة والفرحة سامية وكمان هي اه وهي كمان اصلا يعني جاية من الفرح يعني ايه الرأس وكده فيها فرح اه حالها فيها فرح الناس بتقولك دايما انه اللي يشوفها اه رأس في الحلم يبقى عزا لو هو الرأس ام لو هو الرأس غير مستحب بالمرة تل لكن ان انت تشوفي حد بيرقص فده معناه ايا كان بقى الشخص اللي قدامك زي ما قلت لك لو واحدة مشهورة يبقى بناخد اسمها ام تمام لو واحدة مش عارفها فبيحصل نقص لأي شخص معاك في الرؤية شفتيه بعينه اه لو حد بيرقص معاها لكن انت وما انت بتتفرجي بس هتبقي بس شاهدة على الموقف اه لكن ما يخصكيش ولو حد بيرقص هو في الحل لا وحش الرأس ده بيقولك ازا شديد جدا لدرجة البريق ادم بيقولك رقصة من كتر الالم اه يعني زي فرفرة بالزبط كده فيه ألم شديد جدا او فيه وجع في جسمه يعني او فيه ام يعني وفاة حد عزيز عليه لدرجة انه من كتر الزعل بيتلطط حزنا يعني لكن موضوع الكيك ده مش نصبع نصبع لانا بس عايزة